لا شيء أفضل من رقائق البطاطس المملحة والمقرمشة قد لا تجد أي نجاح في قاع كيس البطاطا لكن الشخص الذي يحمله قد يكون صاحب نجاح كبير غالبا ما يكون الأشخاص الذين يفضلون هذه الوجبة الخفيفة مدراء تنفيذيين في غاية الطموح وناجحون في حياتهم الأسرية والعملية كما أنهم يتميزون بأنهم منافسون أقوياء ولديهم الدافع للنجاح والصبرهم قليل ولهذا ليس غريبا أن يصابوا بالإحباط من أبسط شيء مزعج مع المربى وصلصة الغمس واللحم والجبن البسكويت متعدد لاستخدامات ويمكنك تناوله مع هذا كله تماما كالأشخاص الذين يفضلون أكله بكثرة يتميز هؤلاء الأشخاص بالوقار والخجل وتجدهم يحبون التأمل ويبادرون للمشاركة في العديد من الأشياء والمشاريع في آن واحد لكن المبعث الوحيد لقلقهم هو حاجة كل هذه المشاريع للوقت والاهتمام ولهذا يتعين عليهم الاختيار من بينها يقدر هؤلاء الأشخاص قيمة وقت الفراغ ويستغلونه أفضل استغلال أما إن كنت تريد الاستماع لبعض أفضل أفكارهم فأتح لهم المجال للتفكير ولا تقاطعهم فحينها يكونون أكثر إبداعا لا يبني عشاق البسكويت قراراتهم على العاطفة بل على المنطق رغم أنهم يتمتعون بحساسية كبيرة مرحبا يا عشاق رقائق التورتيلا يقول علماء النفس أنكم تنشدون الكمال وترغبون دائما ببدل قصار الجهد لأجلكم ولأجل مجتمعكم ويرجحون أيضا أن تعملوا في المجال الإنساني للقيام بأشياء تعود من نفع على الآخرين كما أنكم بارعون في التخطيط نظرا لاتسامكم بالانضباط والتنظيم كما أنكم تحبون إبقاء كل شيء تحت سيطرتكم وخلال مرحلة الدراسة لم يكن تقدير جيد جدا كافيا بالنسبة لكم بل كنتم تجادلون معلميكم للحصول على تقدير ممتاز قد يبدو تناول البريتسل المملح مملا بعض الشيء إلا أن هذه الوجبة الخفيفة إبداع في الواقع يميل الأشخاص الذين يفضلون تناولها إلى الانفتاح ويحبون الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية ما يميز هؤلاء هو عفويتهم وحيويتهم لا يحب هذا النوع من الأشخاص القيام بالأشياء الروتينية الرتيبة ولهذا تجدهم يحاولون إطفاء لمسة من الإبداع على كل يوم من أيامهم تراهم في سعي دائم نحو التجديد ويفضلون أن يكونوا في مجموعات أكبر ويشعرون بأنهم في أفضل حال عندما يكونون بكامل أناقتهم من الجوانب السلبية لهذه الشخصية أنه نظرا لأنهم اجتماعيون جدا يميلون أيضا للإفراط في الالتزام يتمتع الأشخاص الذين يفضلون لكهات الجبن بأحساس عميق بالصواب والخطأ وعادة ما تكون أصابعهم برتقالية اللون في إشارة إلى عطائهم الكبير لا يعامل هذا النوع من الناس الآخرين على أساس مكانتهم بل على أساس جدارتهم وأفضل كلمة يمكنك أن تصفهم بها هي النزاهة يتمتع هؤلاء بأخلاق عالية فلا يلعقون أصابعهم أمامك ويميلون للاهتمام بالتفاصيل أيًا كان عملهم يحافظ هؤلاء على أخلاقهم العالية في علاقاتهم في العمل والعائلة ومع الشريك إن كان كيس الفشار أول ما يخطر ببالك عند ذكر الوجبات الخفيفة فعلى الأرجح أنك شخص متعدد المواهب تحب تناول الفشار أثناء مشاهدة المسلسلات أو الأفلام أو قيادة السيارة أو عند الخروج برفقة الأصدقاء ولا يهم ما يغطي الفشار سواء كان الكراميل أو الشوكولاتة أو الزبدة همك الوحيد أن تحمل فشاراً في يديك هذه الوجبة الخفيفة مرنة مثلك تماماً ولا يتعلق الأمر بالفشار فحسب بل بطريقة تناوله أيضاً إن كنت تميل لتناوله ببطء فأنت تضع احتياجاتك قبل احتياجات الآخرين وتتميز بشخصية عنيدة أما إن كنت تأكل الفشار بسرعة عدة حفنات في آن واحد فأنت أقل أنمية وتتمتع بالانفتاح وتحب مشاركة الطعام مع الآخرين محبول آيس كريم يملكون في العادة حس الخيال ويرغبون بالاستكشاف يصنف الباحثون عشاق الآيس كريم إلى المزيد من أنواع الشخصية على سبيل المثال إن كنت تحب تناول الآيس كريم في مخروط فأنت شخص إيجابي ومتفائل وإذا اخترت المخروط المحلة فهذا يعني أنك شخص مرح وعصبي وقادر على الاستعراض بينما يتصف عشاق مخروط الوافل بأنهم تقليديون أكثر ومضيافون سيرحبون بك في حفلاتهم في حين تجد الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم من الكوب أشخاص مفكرين وواقعيين وعقلانيين وقادرين على التحليل إنهم يعملون بجد ويتمتعون بحس المسؤولية ويلبون احتياجات أسرهم ويؤدون واجباتهم في الوقت المحدد هل تفضل تناول الآيس كريم الذي بشكل شطير هذا يعني أن لديك ميولا قوية للانبساطية والانطوائية ويغلب على شخصيتك التهور والمثالية والحس الفني وأنت غريب الأطوار بعض الشيء أما إن كنت تحب تناول الآيس كريم من العلبة فأنت شخص عملي وداهية وغالبا ما تكون انطوائيا هل تفضل الآيس كريم بمصاصة الشرب الشخص الذي يحب تناول الآيس كريم الذائب كالملكشيك هو شخص لا يخشى شيئا ويحب المخاطرة باندفاع إنه ببساطة يملك قلبا شابا أما فيما يتعلق بالنكهات ستجد محبي نكهة الفراول أشخاص انطوائيين ومتفانين بينما يتسم عشاق الفنيليا بحب المخاطرة ويعبرون عن مشاعرهم بقوة أوه هم مندفعون أيضا يتميز عشاق نكهة الشوكولاتة بشخصيتهم الساحرة وحبهم للغزل وسهولة خداعهم ويميلون للدراما في حياتهم يتصف محبي آيس كريم رقائق الشوكولاتة بالنعناع بالطموح والثقة بالنفس بينما تتخصص نكهة القهوة في عشاق العفوية ومحبي المغامرات مع أن الدراما حاضرة في حياتهم إن كنت تحب الكرز مع الآيس كريم فأنت تحب المفاجآت وتلك اللحظات الصغيرة من الفرح ستجد أن محبي قطع اللحم المجفف أشخاص مخلصون جدا سواء كان ذلك للعائلة أو الأصدقاء أو لفريق رياضي يدعمونه تحب هؤلاء أجواء الحفلات أيضا إنهم يتسمون كذلك بالثقة الكبيرة بالآخرين مما يسبب لهم الكثير من الاضطرابات العاطفية عند انهيار الأشياء التي وثقوا بها إن كنت من عشاق الصلصة الحارة فقد تكون من أولئك الذين يحبون المخاطرة عندما نتناول الأطيمة الغنية بالتوابل نشعر بألم غير مريح قد يجده البعض مغريا لهذا تجد عشاق الطعام الحار يبحثون عن الإثارة وهم في سعي دائم نحو أحاسيس جديدة وأشياء أخرى مثيرة قد تكون حلوة ديدان حامضة بعض الشيء لكن بها بعض الحلاوة بسبب السكر غالبا ما تجد الشخص الذي يختارها وجبة خفيفة سهل الارتباك لكنه قادر على إعادة التوازن لحياته عند فقدانه ويقول الخبراء أنك إذا كنت ممن يفضلون الطعام الحامض فأنت شخص دو معايير رفيعة إن كنت تفضل حلوة الجيلاتين المحلات بشكل دببة صغيرة فعلى الأرجح أنك شخص منفتح ومتفائل وتحب أن تكون محاطا بأشخاص إيجابيين ينظرون للحياة مثلك تماما غالبا ما يصفك أصدقائك على أنك شخص مخلص وحنون مليء بالمشاعر الطيبة يعني تناول حلوة كواب زبدة الفول السوداني الشهية أنك طموح ومستقل وتعرف ما تريده فعلا ولا تخشى ملاحقة حلمك الأشخاص المقربون منك محظوظون جدا لأنك صديق مخلص وعلى استعداد دائم لتقديم العون في أي وقت الشوكولاتة الداكنة يحب البعض الحفاظ على نمط حياة صحي حتى عندما يكون الأمر متعلقا بالوجبات الخفيفة لذا تجد عشاق الشوكولاتة الداكنة يميلون إلى امتلاك نظرة واقعية وناضجة ويفكرون مليا قبل اتخاذ قراراتهم يفضل هؤلاء الأشخاص اللقاءات الصغيرة بدلا من حضور الحفلات الكبيرة والصاحبة قد تكون محبا أكبر للقيمات الكراميل وهذا يعني أن الحياة لك تتلخص في تعلم الأشياء الجديدة أنت المثقف بين أصدقائك ومستعد دائما لمناقشة الأشياء ومعرفة المزيد عن العالم الذي نعيش فيه وبما أنك متعطش دوما للمعرفة نجدك تتجه بشكل فطري نحو الأشخاص الذين تظن بأنك قادر على تعلم الكثير منهم كما وتقدر قيمة الأصدقاء الذين تتشارك معهم الاهتمامات ذاتها صحيح أنت شخص كتوم وتفضل الابتعاد عن المجموعات الكبيرة من الناس لكنك لا تخشى إظهار وجهك الحقيقي أثناء تواجدك وسط أصدقائك المقربين أما إن كنت ممن يختارون السلطات الصحية بالخضار والفواكه بدلا من الوجبات الخفيفة الأخرى فتهانين لك كيف تمكنت من فعل ذلك؟ يرجح أنك شخص واع وتملك رؤية وشخصية منفتحة أنت على استعداد دائم للقيام بأشياء جديدة ولا تجد مشكلة في التجارب الجديدة عادة ما يختار الأشخاص المنفتحون الوجبات عديمة الفائدة في حين يتجنب من لا يتمتعون بالشخصية الاجتماعية تناول الوجبات السريعة في ساعات متأخرة ويهتمون بعادات صحية أكثر لا يتعلق الأمر بما تأكله بل بطريقة أكله أيضا لن يقوم الشخص الذي يصعب إرضاؤه في الطعام بطلب طبق دون طرح أي أسئلة أو طلب أي أشياء إضافية لإجراء بعض التغييرات على الوجبات كإضافة بعض المكونات أو إزالتها يفضل هذا الشخص البقاء بأمان في منطقة الراحة الخاصة به فتجده يخشى القيام بأي خطوة غير مدروسة قد تكشف عن أشياء لم تسنح له الفرصة لمعرفتها عن نفسه لهذا لا تجده يتقدم سوى للوظائف التي يعرف جيدا كيفية أدائها ولا يحب المخاطرة ويخشى الفشل يتميز الذين يرتبون طعامهم في الأطباق بعناية بأنهم يحبون الحفاظ على كل شيء نظيفا ومنظما ويفضلون التحكم في كل ما يفعلونه لذا لم تجد أي فوضى في منازلهم إن كنت تتناول العشاء مع صديقك ولاحظت أنه يقوم بمسج الطعام كله في طبقه فهذا يعني أنك برفقة شخص ودود لا يخشى تحمل المسؤوليات المختلفة في العمل يحب هذا الشخص وظيفته لكنه يعرف أيضا كيف يستغل وقت فراغه ويقضيه برفقة أحبائه هناك الذي يأكل شيئا واحدا في كل مرة يركز هذا الشخص على التفاصيل ويحب التفكير في كل شيء قبل اتخاذ أي إجراء لقد حقق نجاحا كبيرا وتمت الإشادة به لعمله المتقن يمكن لهذا النوع من الأشخاص رؤية كل تلك التفاصيل الصغيرة التي يفوتها غيره وهذا أمر جيد طالما أنه يتمتع بدرجة كافية من الصبر مع الذين لا يتبعون نفس الاستراتيجية أثناء القيام بالأشياء